ده كله مقدمة وطبعاً يعني أنا كنت الحقيقة يعني كنت عايزة أوري لحضراتكم طيب خليني أوريكم بالمناسبة تعالوا نشوف الناس اللي مخلصة بطولة دوري الأبطال يوم 28.05 يعني قبل نهاية دوري الأبطال بتاعنا بيومين بـ 48 ساعة حتى الموسم الجديد إزاي الناس بتقولك إحنا واضحين الشفافية والعدالة والمسواة وتكافؤ الفرص والوضوح هو أهم سمتنا وده حاجة مش محتاجة يعني إمكانيات عظيمة ولا محتاجة خبرات لا متناهية ولا محتاجة تقدم تكنولوجي ولا محتاجة إمكانيات مادية جبارة تأي حد بيعمل دورة صغيرة كده بين شوية ملاك الشباب يعرف يعمل الكلام اللي عاملوا الاتحاد الأوروبي لقدام حضراتكم على الشاشة ده نسمي تقولك دوري أبطال أوروبا الموسم 2022-2023 تعالوا موعد قرعة الدور التمهيدي 7 يونيو يعني يبقى عن انتهاء النسخة التانية بحوالي 10 تيام قرعة الدور المؤهل لدور المؤهل الأول 14 يونيو قرعة الدور المؤهل التاني 15 يونيو قرعة الدور المؤهل التالت 18 يونيو نقل بالصفحة قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات يوم 1 أغسطس قرعة المجموعات 25 أغسطس قرعة الدور الستاشر 7 نوفمبر قرعة دور الثمانية 17 مارس ويتم تحديد أثناء قرعة دور الثمانية أطراف مواجهتين نصف النهائي وموعد المباريات ويتم أيضا التأكيد على موعد المباراة النهائية يوم 10 يوليو 20-23 في اسطنبول هو أنا محتاج حد في اتحاد الأفريقي يبقى يعني جهبز أو يعني ما جابتهش ولا هيدا أو يبقى يعني ما حصلش عشان يعمل ده من قبل الموسم ما يبدأ هي حالة الصراعات اللي موجودة داخل الاتحاد الأفريقي وتوالي الإدارات واتهمات بالفساد اللي يمكن كنا كنا تفقلنا بأنه راجل متسبي ده تصريحات هو لا يبدو على فكرة يعني يبدو حتى اللحظة هو متسبي ظالم ومظلوم ظالم لأنه أعلن أنه يعني في بنامجه أو في أثناء توليه مسؤولية الرئاسة الاتحاد الأفريقي أنه جاي يغير وجه الكرة في قرى الأفريقية على مستوى تنظيم المسابقات وعلى مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الشفافية على مستوى مكافحة الفساد ويبدو أنه لم ينجح في ده ويبدو أنه في مراكز قوة داخل الاتحاد الأفريقي من مصلحتها أنه أن تبقى الأحوال على ما هي عليه ويبدو أنه عجز عن المقاومة حتى أو عن انتخاذ رد فعل يوزي الفعل اللي حصل أنا أكلمكم عن مشهد صغير جدا في الكرة الأفريقية مشهد نهاية دورة طالب مش بس عشان أهلي عشان الفساد اللي بنسمع عنه في تحاد الأفريقي بقالنا سنين واللي اتحاكم بسببه مسؤولين كتير جدا ورؤوس كبيرة جدا في تحاد الأفريقي في السنوات الأخيرة هل إحنا محتاجين حد عبقاري عشان يعمل ده في بطولة أهم بطولة كرة قدم في أفريقيا على المستوى الأندية؟ بالتأكيد ده بالتأكيد ده وأي طالب صغير في كلية هندسة ومش تازم في كلية هندسة حتى ده أي طالب متفوق في السنوات العامة يقدر يحط جدوى المسابقة ويدرس سفاصلها ويدرس ظروف القرى الأفريقية واتساع المسافات والمساحات بين الدول وبعضها البعض وصعوبة الانتقال من دولة التانية وسوق حالة الملاعب وعدم وجود تقنيات التكنولوجيا زي الفار ويدرس يحط لك بطولة تتناسب مع إمكانيات ومع قدرات الدول في قارة أفريقيا وتبقى بطولة نكحة جدا ويتم تسويقها وتجيب أرباح للأندية والأتحاد الأفريقي أضعاف مضعفة اللي بيحصل على المشهد الآن لكن ده طبعا لن يحدث على أقل في القريب العاجل وجات ترجمة نانسي قنقر